شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية مساء اليوم في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزري في دورته غير العادية لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية والذي عقد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية وقد أدان مجلس جامعة الدول العربية لارهاب الرسمي المنظم الذي تمارسه إسرائيل وما يرتكبه جيشها ومستوطنوها من انتهاكات جسيمة وجرائم فضيعة ترتقي إلى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من قتل ممنهج واستيطان وتهويد وتطهير عرقي مستمرة محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن هذه الجرائم البشعة واكدا عدم شرعية وعدم قانونية المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة حيث تمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأحكام اتفاقية جينيفا الرابعة وطلب مجلس الجامعة مجلس الأمن بإصدار قرار لإنفاذ قراراته ذات الصلة لا سيما قرارات القضية بتطبيق اتفاقية جينيفا الرابعة على الأراضي الفلسطينية وضرورة الإسرائي لتوفير الحماية الدولية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشريف لوقف انتهاكات إسرائيل الجسيمة التي تشكل إخلالا وتهديدا للسلم والأمن الدوليين كما دعا مجلس جامعة الدول العربية الشعب الفلسطيني بكل فئاته إلى توحيد صفوفه من خلال تشكيل حكومة وحدة وطنية وإجراء الانتخابات العامة لمواجهة الخطر الكبير المحدق به جراء المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى ضرب وحدته مؤكد أن دعمه للقيادة الفلسطينية في موقفها المطالب بحل سياسي عادل على أساس تحقيق استقلال دولة فلسطين ذات السيادة على ترابها الوطنية وعاصمتها القدس الشريفة